إذن حول هذا الملف المتعلق بجامعة الإخوان ووضع قياداتها في الخارج وعناصرها في الخارج فبعد تقييد قنوات إخوان مصر على أراضيها سعدت تركيا حملتها ضد الجماعة تحت عنوان أساسي هو ترحيل وتجميد ومحاسبة مصادر تركيا أكدت أن السلطات التركية طلبت من رجال أعمال تابعين أو محسوبين على الإخوان مغادرة تركيا خلال التسعين يوما وقالت المصادر أن رجال أعمال جماعة الإخوان تعهدوا للاستخبارات التركية بالمغادرة إما إلى لندن أو ماليسيا كما قالت المصادر أن رجال أعمال الإخوان سينقلون أموالها إلى دول أخرى خلال الأسبوع المقبلة مع السماح لهم بإبقاء بعض استثماراتهم داخل تركيا وقالت المصادر أن عددا من قيادات الإخوان قاموا بعمليات غسيل أموال وتورطوا بتهريب مخدرات وأسلحة خلال إقامتهم بتركيا كما حققوا من وراء صفقاتهم أموالا ضخمة كما أصدرت أنقرة تعميما يمنع بموجبه دخول أي عناصر إخوانية مصرية إلى تركيا قادمة من سوريا أو العراق كانت تعمل مع تنظيمات إرهابية ومتطرفة كما ستلغي إقامات كل من شارك بأعمال إرهابية مع تنظيمات مشبوهة مثل داعش وبيت المقدس في مصر قالت المصادر أيضا أن من لم يتورط بأعمال إرهابية أو عمليات تحريد على الدولة المصرية سيسمح لهم بدخول مصر بعد مراجعة أمنية دون فرض أي قيود ولفتت إلى أن تركيا ستقوم بالتنصيق مع سلطات المصرية في ملف مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية شديدة الخطورة من المصريين كما ستقوم أيضا بتجميد تسليم جوازات سفر تركية لعناصر من الإخوان كان من المقرر تجنيسهم حين انتهاء الاستخبارات التركية من التحريات الخاصة وكشف عن مشاورات حالية بين جهات أمنية تركية وأخرى مصرية لوقف نقل المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا كما قالت المصادر أن تركيا ستشكل لجنة رفيعة تضم أطرافا مختلفة لتقييم العلاقة مع الدول العربية والعمل على توسيعها تمهيدا للتقارب حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أهلا بك أستاذ أحمد معنا في استوديوهات الحدث في دبي نبدأ أولا من هذا الدعم التركي لجماعة الإخوان على مدار السنوات الماضية وهذه التغيرات الجديدة فنبدأ من المعلومات المتعلقة بما يجري داخل جماعة الإخوان خصوصا مع التصريحات الأخيرة للقائم بأعمال المرشد يعني بداية لا نستطيع أن نتحدث عن دعم نحن نتحدث عن احتضان احتضان كامل لعناصر الجماعة وقيادتها التي فرت من مصر بعد عام 2013 أهم القيادات خرجت في هذا التوقيت تركيا فتحت زراعيها بالكامل لعناصر التنظيم الهاربة ومنهم من لدي محكوميات حتى بالإعدام وأحكام نهائية نافذة وفرت دعم كامل لوجودهم يعني أستذكر في هذا السياق مهرجان شكرا تركيا الذي جمع قيادات من التنظيم الدولي توجهت بالشكر للطيب أردوغان وامتدح يوسف القراداوي بشكل واضح وخاطبه بقوله أيها السلطان رجب طيب أردوغان نحن الآن أمام واقع جديد في العلاقة أزمة وجودية لتنظيم الإخوان لم يواجهها عبر تاريخه في السابق عندما كانت تهاجر عناصر الجماعة أو قيادتها إلى دول حاضنة توفر شكل من أشكال الدعم سواء في أوروبا أو غيرها من الدول العربية لم نصل إلى هذا المستوى من الدعم ولم نصل إلى هذا الحجم من القيادات والأعضاء صحيح وهنا السؤال يعني على مدار السنوات الماضية شهدت هذه الجماعة انشقاقات لم تحدث في تاريخ هذه الجماعة اليوم بعد هذه التغيرات ما الذي يجلي داخل الجماعة الآن من صراعات حالية أولا فكرة الجماعة لم تعود جماعة واحدة نحن أمام سلاس جماعات وسلاس تنظيمات وبالتالي يعني ربما التنظيم الأبرز أو الظاهر على الساحة الذي لازال يملك أوراق التنظيم الدولي لازال يملك التمويل هو الذي يقوم على شؤونه إبراهيم مونير وبدأ خطاب إبراهيم مونير بالأمس خطاب يائس بائس لقيادة خارج التاريخ خارج الواقع غير ممتلك لمهاراته حتى الزهنية قدرته على التعاطي يعني قدر كبير جدا من الارتباك حالة من حالات الاستسلام الكامل مع الحرص على التشبس بالحديث عن محاسبة ومسائلة كيف استشعرت هذا اليأس سيد أحمد؟ يعني لأول مرة يبدو الخطاب عندما سئل عن فكرة التفاوض مع النظام السياسي المصري أو الدخول في محادثات بعد هذا التقارب التركي المصري بدأ موافقا وعلى استعداد أن يفتح الباب بشكل واضح شوفي الملف الأبرز الآن لدى الإخوان هو ملف المعتقلين المعتقلين الجماعة وهو الملف الرئيسي في التفاوض بين الأتراك والدولة المصرية الآن وربما الإخوان يعاولون بشكل كبير على هذا الملف لإتمام شكل ما من أشكال المصالحة بين التنظيم الذي لم يعد لديه أي أوراق للتفاوض في حقيقة الأمر دائما ما نصف الإخوان بأنهم أبطال الفرص الضائعة في أوقات سابقة كان لديهم ما يستطيعون التفاوض به وهي الآن بعد أن فقدوا كل الأوراق يتحدثون عن التفاوض مع الدولة المصرية بعد ما فرّت فيهم الحليف التركي بشكل واضح وباعهم في أول محك يعني ومن المعروف أن الطيب أردوغان يعني سيد أحمد أنت وصفت علاقة تركيا بجامعة الإخوان بالاحتضان صحيح هل الآن بالفعل هو تخلى عنهم أم هي منورة تركية؟ ودائما جامعة الإخوان هي ورقة فقط أنا أريد أن أقول لحضرتك على معلومة ربما ستذكر لأول مرة وهي لدي مصادري التي أكدت أن خطوة إغلاق القنوات هي هدية من الأتراك لم يطلبها المصريين بمعنى أن هذه كانت خطوة لتعزيز السقة أو بناء السقة مع الجانب المصري ولم تتقدم مصر بطلب لحظر هذه القنوات أو إغلاقها أو تقييد محتوى تؤكد ما تردد في الفترة الماضية بأن أولويات مصر الآن ليس من بينها ملف الإخوان ولكن أمور أخرى مع تركيا وبالتالي لماذا تركيا قدمت هذه المبادرة المتعلقة بوضع الإخوان أو حتى قنوتهم؟ تركيا قدمت هذه المبادرة لأنها محشورة في الزاوية سياسات أردوغان في الفترة السابقة خلفت عزلة كبيرة لتركيا عزلة عن المحيط العربي بالكامل عن المحيط الخليجي عن مصر ومصر دولة محورية ومهمة في الإقليم حجم الأزمات التي وجهت تركيا فقدانها لكل الحلفاء دفعها في النهاية لإدراك أن مصر رقم صعب في معادلة الإقليم وبالتالي لا تستطيع أن تتجاوزها تحليقا مع أوهام الإخوان ودجم الإخوان التي تتحدث عن استعادة الحكم في مصر بعد حالة الانكشاف السياسي والأخلاقي الكاملة في مصر والفقدان الخاضنة الشعبية في مصر بالأساس وهذا ربما لم يغب عن الأتراك الأتراك أدركوا أن تنظيم الإخوان لم يعد له قاعدة شعبية يحظى بها وبالتالي لم يعد ورقة كبيرة لم يعد قادرا على استخدام المظلومية كما كان سابقا لم تعد قابلة للتعويم فكرة المظلومية وربما قلنا في السابق أن حتى ورقة المظلومية لها فترة صلاحية تنتهي في النهاية الإخوان لم يدركوا ذلك بطبيعة مشكلة فروق التوقيت دائما لدى التنظيم أنه يدرك متأخرا ما كان ينبغي أن يدركه مبكرا وبالتالي بعد أن فقت كل الأوراق فقط كل الحلفاء لم يعد لديه ما يقدمه إن هزمت أو هزمت كل مجموعاته المسلحة في الداخل وأمكن تحييدها بشكل كامل لم يعد لدى التنظيم ما يقدمه أو حتى يقنع به قواعد وربما هذا سيخلف أزمة أكبر داخل التنظيم أو ما تبقى من التنظيم ومن يتابع يعني أي نوع من الأزمات؟ أزمة ثقة في كل هذه القيادات التي وصلت بالتنظيم بعد تسعة عقود إلى هذه المحطة في كل الأزمات التي واجهها التنظيم لم يعيش أزمة بهذا الحجم لم يخسر حواضنه التقليدية الدول التي كان لديها قدر من التعاطف معه الآن ويخسر أهم حاضنة وهي الحاضنة التركية التي تعاملت للحقيقة مع هذه الورقة منذ البداية بأعتبارها ورقة سياسية لتحقيق مصارفها